تمام دا مسار علمي وعملي يعني موفق جداً المسار الرياضي بدأت ازاي مع الكرتيبه أنت بدأت في النادي الأهلي على طول الحمد لله أنت عضوية في الأهلي من امتا؟ من ساعت ما تولدت عائل يعني الوالد هو العضو أنا تولدت الحمد لله يعني الوالد هو العضو أهه وتولدت وتربيت داخل جدران النادي الأهلي أعلم طفولتي الحمد لله داخل النادي ومسرتي يعني من وحنا الحمد لله سنتين اتعلمنا ازاي نمشي جوة النادي الاهلي من اول الالعاب الاطفال بقى اللي كانت زمان رملة والحمد لله اطورت بالوقتي لبداية الكاراتي من وانا عمري ثلاث سنين دخلت او اربع سنين ابتديت ان انا امارس الكاراتي الحمد لله كنت في كاراتي مدينة نصر والجزيرة انا يعني لقى الفخر ان انا كنت في مدينة نصر والجزيرة يعني كنا حد وثلاث وخميس في الجزيرة وسبت واثنين واربع في مدينة نصر والأسرة تعبت مع الجابت تعبت جدا وتعبت بالزاد في الجنباز بقى لان احنا لعبتوا جنباز كمان الحمد لله لعبنا جنباز وكانت من لعبتوا جنباز الاول ولا الكاراتي لا لعبتوا جنباز وسباحة مع الكاراتي يعني الحمد لله الكاراتي هو اللي كملنا فيه لحد فترة طويلة لكن بدأنا التأسيس الاساسي بتاعنا كان الجنباز والدي تعب يعني النهاردة 98 99 كنا منضطر ان احنا نروح اهل الجزيرة علشان نلعب هناك جنباز اهل مدينة نصر ما كانش فيه والحد النهاردة للأسف هو مفهوش جنباز فنقدر ان احنا بإذن الله يعني في رؤيتنا لما هنتكلم نحنا نفيد اعضاء الجمعية العمومية ونتفادى التعب والجهد اللي هما بيبزروا علشان ولدهم لكن الحمد لله انا 98 يعني داخل النادي الاهلي ربنا كرمني من وانا اربع سنين كنت بطل النادي انت موليد 95 انا موليد 95 اه من وانا عندي اربع سنين الحمد لله بطل النادي الاهلي ما شاء الله وكلية الشرف ان انا سنة 2001 ابقى بطل النادي الاهلي واسافر بطل العالم في المجر وانا عندي ست سنين واحصل على تاني في بطل العالم دي في 2004 في المجر الصور دي كلها في 2004 لكن الحمد لله انا في 2001 بطل النادي وسافرت اصغر لاعب في البعثة الناس يعني يعني لازم نشكرهم على المجهود واحد عنده ست سنين مسافر مع النادي الاهلي بقسة في المجر دولية مع مدربته فقط كابتن ماها الله يرحمها شيء يعني زرع جوه الواحد بكون شخصية طبعا طبعا يعني وانت الطفل بتعتمد على نفسك وبتسافر وبتدير نفسك دي حاجة لو يعني بنسافر وبنشرف بلدنا وان احنا بنحصل على مركز تاني وعلى فكرة البطولة دي ما كانش فيه هناك سن ست سنوات فانا لعبت ساعتها تحت عشر سنين وقدرت الحمد لله ان احصل على مركز تاني فالنادي الاهلي ساهم في تكوين شخصية الواحد بشكل كبير جدا وليه فضل كبير جدا على الواحد حب الواحد لبلده واساسه النادي الاهلي النهاردة لما يبقى عند ست سنين واسمع نشيد بلدي بيتعزف واشوف وانا واقف على منصة التكريم عالم بلدي بيترفع ده يعني اضاف لشخصية الواحد اضافة جميلة جدا لننسى فضل النادي الاهلي فيها ونتمنى بقى بما ان احنا اتكلمنا في الجزئية دي ان يرجع تاني السفر لولاد النادي الاهلي في البطولات المختلفة اللي بيحصلوا على اول جمهورية زي ما كان احنا متعودين يرجع السفر وترجع البطولات تاني ولاد النادي الاهلي يستفيدوا بحاجة زي كده وتبقى علامة بتأثر في شخصية الواحد وفي نفس الوقت هو تمثيل مشرف للبلد اللي انا بفتحها اعتقد الكراتي بيحظى باهتمام كبير في النادي يعني النادي الاهلي تقريبا من اهم الاندية في رعاية الكراتي في مصر دي حقيقة لان احنا بنشوف يعني هي اختي وزميلة جيانا فاروق احنا تقريبا نفس المواليد وكنا منتدرب على بصوات واحد جيانا النهاردة استكملت وهي بطلة مصر في الاولمبيات صحيح اصل على المركز الثالث وهنا برضو ارجع لنقطة السفر النادي الاهلي اسقالها بخبرات دولية كتير قدرت انها تمثل مصر دوليا مع النادي الاهلي كمان في سفريات كتير فقسرت رهبة عندها ازاي تتعامل وازاي تقدر انها تتحقق بينمي شخصيتها كمان بدري اوي بينمي شخصيت ناس كتيرة جدا احنا النهاردة بعثة النادي الاهلي لما كانت بتسافر على المراحل السنية المختلفة كانت بتوصل البعثة في توقيت من الاوات 60 فرض و70 فرض كل دول بيمثلوا النادي الاهلي كل دول بيمثلوا البلد بنرفع عالم البلد في الخارج تمثيل مشرف وخبرات كبيرة جدا وفي نفس الوقت ما ننساش مجهود كل الادارات في التعامل معنا في حاجة زي كده النهاردة من اداريين لمدربين لمدير فني للعيبة ازاي تتكتف مع بعضها وتقف تساند بعضها لرؤساء البعثات ازاي جمعوا اللعيبة وكلنا نقف نشجع بعض ان مصر هي اللي بتلعب مش النادي الاهلي بس مصر هي اللي بتلعب ده لعب مصري واقف على البساطة يعني وقته بيغرز جواك مشاعر الانتماء للبلد طبعا هو ده النادي الاهلي هو ده اللي احنا تربينا عليه وعلشان كده احنا دايما فخرين بالنادي الاهلي النادي الاهلي على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الكورة وعلى مستوى الرياضات المخترفة ودائما النادي الاهلي هو دائما في المركز الاول علشان هو عارف هو بيقدم ايه لأولاده ودائما سبق بخطو شكرا